اسم التجربة الطاقة الحرارية ودرجة الحرارة Thermal Energy and Temperature الهدف من التجربة التمييز بين الطاقة الحرارية ودرجة الحرارة عناصر الأمن والسلامة الخاصة بالتجربة الحذر عند سكب الحليب الساخن أدوات التجربة كأسان متماثلتان مملؤتان بالحليب الساخن دورق زجاجي ميزانة حرارة خطوات إجراء التجربة نقيس درجة الحرارة في كلتا الكأسين ونسجل القراءة نفرغ الكأسين في الدورق في اللحظة نفسها نقيس درجة حرارة الحليب في الدورق فنلاحظ أن درجة الحرارة لم تتغير عما كانت عليه في الكأسين النتائج يختلف مفهوم الطاقة الحرارية عن مفهوم درجة الحرارة حيث أن الطاقة الحرارية لمادة ما تعتمد على كتلة المادة ونوعها بالإضافة إلى سخونة الجسم نفسه ترجمة نانسي قنقر